طبعا أكيد في ناس كتير جدا بتدور على أنها تكون صاحبة بصمة في ناس كتير بتدور على أنها تكون عندها تاريخ تفتخر بيه وتخلد اسمها في الصفحات تاريخ خصوصا لما تكون بتنتمي الكيان كبير جدا وعليق جدا زي النادي الأهلي وكم كبير جدا من النجوم اللي رحلوا عند دنيانا ما زالوا عايشين وسط الجماهير بفضل بطولاتهم وإنجازاتهم وارتباطهم باسم النادي الأهلي دي حقيقة ولو تكلمنا عليها كمان بحسابات المصلحة بمهنك ذكرت الفلوس الفلوس شيء طبيعي جدا ما فيش حد في الدنيا دي ما بيشتغلش في مجال ما بيدورش على الفلوس عشان نكون منطقيين واضحين لكن السؤال إيه هي المصلحة يعني إزاي ممكن أقول لحضرتك أن وجودك في النادي الأهلي وحب الجماهير ليك وفكرة الشعبية وفكرة الجماهيرية إزاي ممكن يكون لها أثر على مشوارك كله أعتقد دي لو ترجمناها بفلوس لا هي تترجم كمان بلغة المصلحة بفلوس كتير جدا وبعيدا عن موقف جماهير النادي الأهلي الحقيقة أنا وقفت مع موقف يعني كان بالنسبة لي علامة استفهام الحقيقة لأنه صدر عن حد أنا بحبه جدا وبحترمه جدا وصعد تاريخ كبير جدا كواحد من أنجح الحقيقة اللعيبة المصريين على مدار التاريخ هو كابتن أحمد حسن الصقر أو العميد سميه زي ما تسميه وخصوصا الحقيقة كمان أنه قد فترة في النادي الأهلي وليبس تيشرت النادي الأهلي وأعتقد يا كابتن أحمد أنها كانت فترة من أنجح فترات حياتك أنت تقريبا لعبت كل الألعاب يعني لعبت في مصر الأنداية كتير جدا احترفت برة في الأنداية كتير جدا لعبت في بلجيكا ولعبت في تركيا ورجعت اشتغلت إداري ورجعت اشتغلت مدير فني ورجعت اشتغلت في الإعلام واشتغلت في التحليل الفني يعني ما سبتش حاجة في المنظومة ما اشتغلتهاش فأعتقد لما يكون حد بالقيمة دي والقامة دي والتاريخ ده وتخونه موضوعيته أعتقد أنها تبقى سقطة كان ممكن أتوقعها من حد غاوي شهرة أو كان ممكن أتوقعها من حد عايز ركب تريند ويعلي ويحط اسمه والناس تبتدي تتكلم عليه لكن من اسم زي اسم أحمد حسن كانت غريبة شويتين فكرة أنك أنت تتعلق على كهرباء والطالب بتوقيع أو بتطبيع عقوبات عليه في وقع أعتقد أنها كانت شديدة الوضوح ومصر كلها شفتها وبالمناسبة على فكرة وأنا يعني بما أن احنا ابتدنا كلامنا بالكلام عن جمهور نادي الأهلي أنا على ثقة تماما يقينا ثقة مطلقة أنه كهرباء لو كان ظهر في الفيديوهات أو في المشاهد لحضراتكم شفتوها وقتلت بحسا على مدار اليومين الأخيرين دول لو كان كهرباء ظهر في صورة المخطئ أول حد كان هيجلت كهرباء كانت هتكون جماهير النادي الأهلي قبل أي حد تاني وبالمناسبة الأهلي أبدا لم يستخدم جمهوره في فترة من الفترات للضغط في سبيل تحقيق شيء ضد القانون أو ضد اللوايح أو ضد العرف أو حتى ضد المنطق وأعتقد أنه كابتن أحمد حسن نفسه عارف ده بحكم الفترة اللي أضاها في النادي الأهلي لكن فكرة بقى الكلام على أن الموضوع خلص في عادة عرب وفكرة نجيب كوبايتين لامون وأن العقوبات لا تطبق إلا على الغلابة فقط لغير أنت عارف أنه الأهلي يمكن يكون من أكتر الأندية اللي بتتضرر من عدم تطبيق القانون وتطبيق اللوايح والقوانين عليها بشكل كبير جدا وأبدا لم يستغل الأهلي في فترة من فترات جمهوره في سبيل الحصول على حقوق النادي الأهلي كان كبير جدا قادر على الحفاظ على حقوق وعلى حقوق نجومه مدامة لا تختلف على المتعرف عليه أو تخالف اللوايح والقوانين زي ما قلت لحضراتكم فأعتقد ما كانش يليق بنجم بحجم أحمد حسن أنه يتكلم في هذا الموضوع بهذا الأسلوب ويمكن الحقيقة يعني أنا مش عارف برضو ده بمحد الصدفة لكن حقيقة يمكن حتى في بعض المواقع يعني الوغدة نفس التراك ده بيقال أنها تابعة لكابتن أحمد حسن وده موقف بالنسبة لي عليه علامة استفهم أرجو من أحمد حسن طبعا العميد أو الصقر أي أن كان اللقب المحبب لي أنه يعلق ويوضح الصورة ده حاجة تدايق طبعا جمهور النازل وحاجة بزيارة